إن مدام الواحد بيشتكي من زيادة في الوزن أو سمنة فمستحيل إن يكون مريض بالأنيميا أي واحد معرض إن يحصل له أنيميا خصوصاً اللي بيشتكه من زيادة في الوزن أو نقصان في الوزن لإنه غالباً اللي بيشتكي من زيادة في الوزن بيبقى ميال أكتر للسكريات بيبقى ميال أكتر للجنك فود أو الأكلات الجاهزة والسريعة اللي طبعاً تفتكر لأي عناصر غذائية فما نقولش مدام مليان يبقى ما عندوش أنيميا تعريف بسيط كده للأنيميا هو نقص عدد وحجم قراط الدم الحمرة وبالتالي بيقل نسبة الهيموجلوبين في الدم وطبعاً الهيموجلوبين عشان نبقى عارفين هو اللي بياخد الأكسوجين ويوديه لكل خلايا الجسم شاء تقوم بعملياتها الحيوية فنلاقي دايماً مريض الأنيميا أو مريض فقر الدم ده حاسس بدوخة حاسس بتعب حاسس بصداع من أقل مجهود بيحس إن هو تعبان لأن الأكسوجين مش واصل لكل خلايا الجسم أو لكل وظائف الجسم أو خلايا الجسم عشان تقوم بوظيفها الطبعية بسرعة طبعية فالواحد حاسس إن هو تعبان خملان متضايق ولو نسبة الأنيميا زيادة شوية أو نقص الهيموجلوبين زيادة شوية ممكن يبقى في زيادة في معدل ضربات القلب وزيادة كمان في معدل التنفس تلاقي المريض بينهج بسرعة لأنه عايز يعوض نقص الأكسوجين اللي حاصل بسبب نقص الهيموجلوبين أحياناً بيبقى مريض السمنة قريدي داخل الضايت وهو عنده أنيميا وطبعاً لازم نبقى عارفين من البداية أو يفضل إن اللي بشتكي من زيادة في الوزن إن يعمل تحليل صور الدم كاملة لو مش عارف إن هو عنده أنيميا يعرف صور الدم كاملة يعرف الهيموجلوبين عنده قد إيه الحديد قد إيه حجم وعدد قرات الدم الحمراء قد إيه وكمان قرات الدم البيضاء عشان ما يبقاش فيه نقص في المناعة أو حاجة ولو فيهم مشكلة بنبتدي نركز في نظام التغذية على العناصر اللي هنقولها طبعاً اللي بتبتدي تكون الدم بصورة كويسة طيب أنا لو عملت ريجيم عملت التحليل ده ومليقيتش عندي مشكلة وبتريت أعمل ريجيم لازم أخلي بالي من نوعية أصناف الأكل اللي موجودة في الريجيم لإن للأسف المرضى اللي بتشتكي من زيادة الوزن دايماً بتقول أو بتعتمد أنا معروف أنا باكل زبادي أنا بشرب لبن الدكتور كاتب لي فكهة وبيبقوا فاكرين أن الهدف من العناصر دي لمجرد أن هي قليلة في السعرات الحرارية أو سعراتها الحرارية بسيطة فأقدر أكل منها بكميات زيادة شوية فأقدر أشبع فبالتالي أخس لأ طبعاً غير الهدف ده دكتور الدايت أو دكتور التغذية بيبقى حاطة العناصر دي عشان حماية أو وقاية من أي مشاكل صحية ممكن تحصل زي الأنيميا دي حاجة الحاجة الثانية للأسف فيه ناس بتعتمد على ريجيمات زي ريجيم مشهور جداً ريجيم إتكنز أو اللي هو ريجيم البروتينات وبيبقوا معتقدين أن ده هيحميهم من الأنيميا لأن دايماً كلنا بنقول ما أنت عندك أنيميا يبقى خلاص تاكل لحمة زيادة شوية تاكل كده تاكل بروتين عشان تعود نقص الحديد اللي حاصل رغم أنه ممكن يكون هيحصل أنيميا برضو آه أنا باخد كميات كفاية من الحديد ولكن ما باخدش بقية العناصر الغذائية اللي تزود المتصاصر حديد زي فيتامين بيه 12 وزي حمض الفوليك أو الفوليك أسد اللي موجودين طبعاً في بعض أنواع من الخضار والفكهة فتلاقي مثلاً المريض بيقولك أنا باكل بروتين كتير وإزاي حصل لأنيميا ده لا ده كده ما ينفعش لا ده أنا لازم أخلي بالي إن أنا أخد كميات كفاية من الخضار كميات كفاية من الفكهة وكلمة كفاية دي مش أقول أنا باكل خيارة وتفاحة ده أنا كده باكل خضار وفكهة لا ده أنا لازم أخد بالجرعات أو بالحسس اللي محددهاي لدكتور التخزين